هذا وقد استضافت منطقة الصوت والضوء بسفح الأهرامات وبالهول احتفالية خاصة أقيمت في ختم اليوم الأول لفعالية مؤتمر صحة إفريقيا حيث تمت إضاءة الأنوار وسط تفاعل كبير من ضيوف مصر من أكثر من مئة دولة وتقام عروض ترفيهية وجولات سياحية للوفود المشاركة في المؤتمر الذي يمثل ملتقا بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي وتقوم من خلاله الشركات العالمية بعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة أفريكا هيلس إكسكون هو كان فكرة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه به الهيئة المصرية للشراء الموحد من سنة تعريبا الهيئة المصرية للشراء الموحد من سنة ابتدت شغل في أفريكا هيلس إكسكون نصقنا تعريبا مع كل الشركاء العالميين في المجال الطبي سواء أماكن أو كوميرشل شامبرز أو وزراء صحة أو هيئات ممثلة هيئات الشراء وهيئات الدواء في العالم كله والشركات الأدوية والمستلدمات والأجهزة الطبية العالمية نبشرفنا هذه المشاركة ونشكر الحكومة المصرية على هذه الدعوة ممثلة بالهيئة المصرية للشراء الموحد ونتطلع لمزيد من التعاون والمشاركة مع الهيئة في كل مجالات التعاون الممكنة هذا المؤتمر هو مؤتمر جيد جدا للدول الأفريقية وفي المعرض لدينا العديد من المعامل والعملين بها والصيادلة والمعرض يعد فرصة جيدة للقاء العاملين في المجال الطبي بشكل عام ويعطي فرصا واعدة للتكامل والتعاون بين الدول الأفريقية عامة إن بهرت من التنظيم الخاص بالمؤتمر فتنظيمه ينافس مؤتمرات أوروبية بل أفضل فهو منظم بشكل كبير ومبهر أما الاحتفالية فكانت رائعة وفريدة من نوعها واختيار المكان والديكورات وموسيقى عمر خيرت كانت مدهشة وسعيدنا بهذا المستوى الراقي في مصر كما تعودنا منها